ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله هذا ما قررت النيابة العامة في حق الفنانة كريمة غيت قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش يوم الخميسة 18 أبريل متابعة الفنانة المغربية كريمة غيت في حالة صراحة للاشتباه في تورطها في إهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه وحسب مصدر المطلع فإن وقائع الحادث تعود ليوم التاسع من أبريل الجاري حين دخلت المعنية بالأمر في مشادة كلامية مع رجل أمن في مطار مراكش ما أدى إلى توقيفها من طرف المصالح الأمنية ووفق المصدر ذاته فإن الفنانة المغربية تم اقتيادها إلى دائرة أمنية وتم تحرير محضر في المنسوب إليها قبل أن تقرر النيابة العامة المختصة عرضها أمامها في حالة صراحة هذا ومثلت الفنانة المذكورة أمام النيابة العامة صباح اليوم حيث اتخذ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية قرار متابعتها في حالة صراحة مقابل كفالة قدرها 5000 درهم وتم تحديد يوم الثاني من ماي الجاري كأول جلسة ترجمة نانسي قنقر